أرحب مجددا بأزميل فيتونتفون نيوز سعيد محاجنة سعيد آخر أخبار وتطورات العملية البرية الإسرائيلية ما هي من أي محاور ينطلق الجيش من الذي حقق؟ أين وكيف تصدى له المسلحون الفلسطينيون؟ نعم نبدأ بالتطورات الأخيرة فبحسب المصادر التي وصلتنا قبل قليل فإن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد وصلت فعلا إلى شارع رقم عشرة جنوبي مدينة غزة الحديث يدور الآن عن الكوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي استطاعوا عبور هذه النقطة شارع صلاح الدين نتسريم والتقدم نحو شارع رقم عشرة أي أنه بهذا التقدم أو لربما إذا استمر هذا التقدم السريع خلال الساعات القادمة فإن الساعات القادمة سيصل الجيش الإسرائيلي إلى شارع رشيد أو الرشيد على البحر تماما جنوبي مدينة غزة أربعة مناطق أو أربعة محاور الآن تدور فيها اشتباكات عنيفة بشار الأول جنوبي منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة في هذه اللحظات تشهد معارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى محور آخر في جحر الديك لأن اشتباكات عنيفة بحسب الفصائل الفلسطينية والبيانات الرسمية بالإضافة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتقدم الآن في هذه اللحظات إلى المناطق الشمالية من وادي غزة في هذه المنطقة تحديدا استطاع العبور قبل قليل إلى المناطق الغربية لجنوب مدينة غزة تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة تخوفات لدى الغزويين بشار إذا استمر هذا التقدم لدى الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القادمة فإنه سيفصل حتما سيفصل مدينة غزة والشمال الغزاوي عن منطقة مخيم النصيرات وكل المناطق الجنوبية من كطاع غزة شمالا أكثر هناك أيضا محاور عدة في هذه اللحظات تشهدها في هذه اللحظات أيضا منطقة القرامة ومنطقة بيتلاهية أيضا تشهد اشتباكات عنيفة الجيش الإسرائيلي قبل قليل ومن خلال الفيديوهات والصور وصل إلى الخط الأول من مدينة بيتلاهية أي أنه الاشتباكات التي دارت خلال الأيام الماضية وخلال ثلاثة أيام الماضية كانت قد اكتصرت فقط على الشمال الغربي لمدينة بيتلاهية ولكن الآن الحديث يدور أن الاشتباكات امتدت للخطوط الأولية لمدينة بيتلاهية أيضا الحديث يدور عن اشتباكات أخرى شرقي بيت حانون هذه المنطقة التي تشهد منذ صباح هذا اليوم اشتباكات عنيفة جدا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حيث أكدت كتاب القصام صباح هذا اليوم أنها استطاعت استدراج قوة للجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل المفخخة بشار ومن ثم فجرت هذا المنزل بحسب ما قالته كتاب القصام داخل هذه القوة بالإضافة إلى تدمير أربعة دبابات إسرائيلية بحسب كتاب القصام وبحسب الفيديو التي نشره بحسب أيضا الفيديوهات الفيديوهات أيضا التي نشرتها كتاب القصام أشرت إلى تدمير آليات أخرى تماما أو تحديدا شرقي حي الزيتون بحسب الأنباء الواردة أيضا بشار في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة تدور شرقي مدينة غزة هنا تماما شرقي مدينة غزة أي نستطيع القول أنه في منطقة شجعية لربما هناك دخول إلى منطقة جديدة دخول بر من الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة تحديدا المناطق الشرقية للشجعية لربما في هذه المنطقة تحديدا اشتباكات عنيفة بحسب ما يصلنا الآن بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يسمع دوي انفجارات عنيفة واستمرار الرشاكات الرصاص بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بالإضافة إلى أن صرايا الكدس بشار بالإضافة إلى كتائب شهداء الأقصى أيضا التابعة لفتح والجهاد الإسلامي أكداء أيضا دك القوات الإسرائيلية التي توغلت هذا اليوم إلى قطاع غزة